حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل يعني أثق في عبد الله بن عقيل حدثنا موسى بن الموسي بأخبرني سالم بن أبي الجعدي عن سبرتابن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وأتذر دينك ودين أبائك وأبائي أبيك قال فعصاه فأسلما ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرسي في الطوال قال فعصاه فهاجر قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه فجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة شكرا